السلام عليكم ورحمة الله مرحبا متتبعين بقناة فيزا غالي إن شاء الله تكونوا بيخيروا على خير تكون أموركم مزيانة كيف ما شفتوا الأخوات اللي بغوا يصوبوا طارت غلاسي أو لغاتو غلاسي بحالة تشكل هذا أو لأي حلوة ديال الكريم سواء مبتدئة أو لأول مرة كتجربها فهذا الفيديو هذا غدي تصوبها بطريقة احترافية أول جريبة غدي تكون بحالة يعني مولفة كتصوبي هادلي غاتو غلاسي غدي تصوبها لوليداتكم بلا جينواز يعني غدي ندير معاكم واحد بديل ديال الجينواز اللي ما فيه حتى مشكيل ما غدي نزليكم ما يوقع عليه هتا حاجة وأيضا بلا باتور بلا يعني بزيف ديال تعقيدات هادك الباتور اللي دائما كيعقزنا على الجينواز الخاليطة والبيض اليوم إن شاء الله نصوبها غير بالغراف ديال الخلط الكهربائي غدي نشارك معاكم طريقة ديال والسير ديال لمعة ديال هاد القلاساج مغوا اللي إن شاء الله غدي نجح معاكم كيما قلت لكم أي وحدة بغدير غاتو غلاسي أولا حلوة ديال الكريم تبقى معايا في هاد الفيديو هادا تالآخير فورجة ممتعة إن شاء الله بسم الله غدي نحتاجوه نادرة معلقة كبيرة ديال القهوة سريعة الدوابان غدي نزيد عليها كاس ديال لماء ديال العنباء كاس ديال لماء يكون غليان بشكي دوبلين ديال القهوة ونخليه حتى يدفع بالنسبة لهذا الجينواز هدي هي بديل جينواز ما تخافوا لا تنزليكم لا تدقس ليكم لحتى مشكل ما غدي يوقع لي غدي نحتاجو ثلاثة الكيسان نتساويه واحد زيت والآخر سكور وواحد قهوة سريعة الدوابان مع الماء غدي ناخدو الكاس ديال العاصر اللي كان نطحن فيه العاصر قدرت فيها رشيشة ديال من الحاكي فيما شفتوه وثلاثة البيضات ما يكونوش من تلاجة نهائيا يعني يكونو على سطح العمل او لا يخرجو من تلاجة شوية ديال الماء دافي غير شوية باش ميطيبش البيض واحتاجد فالينا وياخد الحرارة ديال الجو اللي على برا وغدي نضيف كاس ديال الزيت او لا مية واربعين ميليليتر ديال الزيت غدي نديرها لكم في صندوق الوصف هذا المقادير كلها وضفت ايضا كاس ديال السكور جوج ملاعق يكونو عمرهم زيان ديال بودرة الكاكاو ويلا درتوا الاكياس غدي تديروا اربعة ديال الاكياس او لا ثلاثة لكن ذاك اللون دياله غامق داك الكاس ديال القهوة سريعة دوبا ولكن هنره هدفا ما بقاش طايب الجو راه بارد يعني بسرعة كي برد ولكن تأكدو ما ديروش القهوة اللي كتكون طايبة هنطحنوا هدشي كله مزيان في الغرف ديال العاصير حتي تخلط لنا ويضب داك السكور صافي هنا غدي نحطو في واحد الايناء اللي غدي نكمل فيه بقي المقادير كما قد لكم اخواتي المقادير غدي نكتبهم لكم في صندوق الوصف الاخوات اللي بغوا سكريني وتحتفظوا بهذه المقادير حتى تصاوبوا بها ان شاء الله القطو غلاسي ديالكم نفرغ هذا الخليط بعد ما تطح المزيان في واحد الايناء ونضيف ثلاثة ديال الخمارات حمر او لا الى كان عندكم هديك ذيال العبر كديروا 20 او 21 جرام ديال الخمارات الحلويات ضروري نقوم نغرب لها كهد النواشيف باش كما يديرو لناش كويرات في الخليط ديالنا وكان بدا كنضيف الدقيق بالنسبة للدقيق هنا معاكم غادي نقول لكم القياس اللي استعملت ضرت الكاس اللي اول وغادي نضيف معلقة كبيرة ديال الخل ضروري هاد الخل هاد كيك ديالنا بصفة عامة اي كيك نديرو معاكم نزيد فيه الخل هنا الكاس الثاني القوام ديال هاد الخليط ما يكونش جاري ما يكونش عاو تاني قاسح بحال داك الكيك اللي يكون تقيل تقيل بزاف بغينا هاد جينا خفيفة يكون الخليط مرخوف باش يجينا شكل ديال الجنواز يشرب لنا ديك من اللي نكونوا نسقيوها بسيرو ما يقاش مشكلها كاولين قاسح اولا هنا الكاس الثالث كنضيفوه شوية بشوية ما يكونش جاري باش ما تهبطش لنا في الفرن دايما مليكون دقيق قليل في الخليط ديال الكيك ركت هبط الكيك ديالكم هذا واحد من الاسباب ديال فشل الكيك وانا كنضيفوش يجينا قاسح في نفس الوقت يجي قياسه الكمية الدقيقة اللي دخلت في هذا الخليط هذا دخلت فيه ثلاثة ديال الكسن والرابع يعني في واحد المعلقة كبيرة يعني ماشي بزاف واحد المعلقة هنا اخذت الاطار ديالي عندي هذا الطاوة فيها 40 على 30 ودرت لي هذا الاطار إلا كان عندكم مكان شي عنا راكدرها عادي وفي الأخير كتحيدوا له هذا الجوانب اللي كيكونوا ضروري كيكونوا شوية ما هبطين أو لا قصحين في الجنب ولكن مع هذا الاطار كيجيبها لنا انتراسية تماما كان حاول نقادها باش ما تجيناش جيها طالع وجيها هبطة والفران اكيد خصو يكون في واحد الوضعية مستقيمة ما يكونش نازل ما نشي يجنب هكا باش ما يجيناش غليضة من واحد الجهة ورقيقا وجيها اخرى ضروري كان خطوه بحالة شكل حتي كي طلعونا هاد الفوقاعت هاو ما قربت لكم باش يبانو باش ما يبقى ليناش الفوقاعت نهائيا في الداخل ديال الخليط ديالنا اولا الكيك بالنسبة للفران كان شعله من اللي كانت خلط في الاخير تقربة واحدة خمسة ديال دقيق وكان دير مية وتمانين درجة شعل الفوق والتحت ودائما كان نهزو على التحتانة ومشته ما كان حطوش مباشرة على الصينياد الفران التحتانية باش ما يتحرق ليش وينشف صافي بعد مدوز خمسة عشر دقيقة ضد ضبط خمسة عشر دقيقة صافي هاو وطب ما تخليوه شي يفوت فيه طيب بزاف باش ما ينشفش لينا صافي غادي نحيدلي هدك الكاغت ونردو على الجنب ونكمل معاكم ان شاء الله نصوبوا الكريمة ونصوبوا المراحل الاخرى هانتو ما شوفوا الكيك ديالنا كي يجي مفشفش وكي يجي خفيف وهادية ما تخافوش منها راح حسن من الخدمات الجنواز اللي بزافت لأخوات يكون عندهم مشكل في الجنواز هنا باش نصوبوا الكريمة صافي بديت كان خليتها علاجنا حتى كانت برد عاد كان بدأو كنخدمو بيها غادي نحتاج هنا اربعمائة قرام ديال الكريمة سائلة استعملتنا هنا هولالا وكان نطربوها شوية مينيمونطة يعني غير شوية ما تطلعوها بس سف بزاف بس جي كم تقيلة وما نخليوها شعو تاني جارية سائلة كتكون بين و بين نحرك هكا وانتو ما غا تشوفوا القوام ديالها غادي نخليها في هاد القياس هادا بالضبط هانتو مشتو بحال ذاك الخالط اللي كنا كان ديروم اللي كنا بغوا نصوبوا ذاك القلاس العائلي ولا اللي كنا نشارك معاكم في الصيف بحال هكا ما كان طربوه هاش بزاف 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 صافينا نخليها على جنب دائما هادا الكريمة مليس بغوا تطربوها ركا تكون باردة باش يلا تطلع عليكم دغية في نفس الوقت عاو تاني نصوب السيرو باش نخليحته ويدفه شوية درجوش كيسان ديال لما كاس ديال سكور ساني دم علقة كبيرة ديال قهوة سريعة دوبان كيف ما يمكن ديرو اي مون كيه بغيتو غير حيت فيها الكاكا وفيها القهوة ضروري نديرو القهوة سريعة دوبان هنا غادي نصوب معاكم الطبقة المخرمشة غادي ندير جوج كاسونس ديال اللوز وكاس ديال القرقاء وغادي نحمرهم زيان سوا في الفران سوا مقلب حال هكا ايضا غادي نحتاج هنا ثمانين قرام ديال شوكولا غيش هي اللي غادي نخلط به هاداك القياس ديال مكسارات اللي حمرت غادي ردوا ليهم البال باش ما يتحرقوش وياخدوه هنا المرور احنا كنحركو هكا ولمن الاحسن ديروها في الفران إلا كان الفران عندكم اخدام صافيه غادي نحيدها من فوق العافية وندير في واحد الإناء باشك تحبس طياب ديال ما تبقى شاك تحرق ليه في المقلاة وغادي ندوب شوكولاة ديال كيما قد لكم اذاك الشوكولاة ديال اللي كتكون فيه نسبات الكاكاو عالية ونخلط مزيان ثمانين قرام راكت تغطي لنا هادا القياس كله من هادا المكسارات كيف ما يمكن ديرو اي نوع ديال الطبقة المقرمشة اللي كتعجبكم او لا طلبوها لكم الناس ديالكم الكليان ديالكم هادين مصطفو قاد سيلبط ضغيه كتبرد باش نكسروها من بعد وتولي شكال قيطع ما خليوش هكا قاسحة فكسرونا غادي ناخد شوية ديال الماء بارد من الروبيني ودرت فيه ثلاثة الورقات ديال الجيلاتين باش كي دوبو لنا ما تديروش جيلاتين في الماء ليهو غليان وغادي ناخد ايضا الميزان غادي ندير اما كديرو كاس ديال العنبه او لا مية واربعين قرام حتى المية وخمسين قرام ديال الكريما يعني دائما كاس لعنبه ايضا 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 مية واربعين تال مية وخمسة واربعين اذا ما ما بوطوش تستعملوا الميزان غادي ندفيها حتى تزخون زيان ونضيف ليها مية و سلعين غرام ديال الشوكولات دائما شوكولاغيش اوهو هاد نعصر ثلاثة الورقات الجيلاتين مزيان مزيان من الماء ونزيدهم على الكاس الكريمة وشوكولات السوداء كيف يمكن أن نضيف الشوكولات الأبيض بالنسبة لهذه الطريقة هذي مازال نخلط مع الجوج لما شاركت معكم نضيفه على الكريمة الأولى ونخلطه مزيان من الفوق التحت بشوية بشوية ونضيفه على الكريمة والشوكولات والجيلاتين لا تشعروا بالحرارة نهائيا ونضيفه حتى يبرد لأنه سيجمع الجيلاتين في نفس الوقت نخلط الكريمة مع الجيلاتين ونضيفه على الكيكة ونضيفه قضيت الخليط Unter mol 그런데 خودته الخليط للجنوة ونضيفه manually في الأول لكن إما علي كلحة تم تطلق ذبدا كتسقوها مزيان بالنسبة للسيرو اللي كتسقوها غير سقوها ما عندكم مناش تخافوا لان الكيكاد الكريم كيشربوه سيرو ماشي بحال داك الكيكا ديزان اللي كيكون مغلف بالعجين كان عمر هاد الكريمة ديالي فوق الجنواز ديالي كلها تكون مقادة يكون القناة عامرين تكون ناخد بحال هاد الادات هادية وكان لسيوها مزيان مزيان باش جينا نفس يعني تكون مع وجاش ما تكونش جيها طالع وجيها بطاو دائما كان خبط شوية هكا باش دوك الفقاعات وما تبقاش لنا شي فارغات من الداخل احنا غادي نجيل الطبقة المقرميشة ديال القرقاع واللوز والشكولات من الاحسن انا كي عجبين قطعها كبش من اللي نكونوا كنقطعوا الحلوة ديالنا او لا القاطو ديالنا ميكون نجدوك طرفة اغلاض او لا يعني يخسروا لنا تقطعها صافيكا تقطعوها ولذا ممكن تهر صغير بيديكم اكا طريفات المهم ما تخليوها شكا على شكل كيمة محتتها في الاول فوق سيلباط لانا كي جي صعيبة في تقطع او هنا كي بقاليكم دائما بالنسبة لهذا الحلوية او لهذا قاطو كتبقى الطبقة المقرمشة يعني كل واحد اسخة دياله او لا حسب او لا حسب الكلية اوش كي بغيوها تكون واحد طبقة نيت راه هاده هدو هما الاشياء اللي كي يغليو كيكون التمن ديالها طالع او لا يعني موين اوضفت هنا الكراميل ممكن تدير هذا كنسلي كراميل اللي كيكون في العلبة او لهذا اللي صوبت معاكم ذاك النهار اللي درت معاكم في احد الفيديو وغادي نحط لكم ان شاء الله الرابط دياله في صندوق الوصف الاخوات اللي بغيو يصوبوا الكراميل كي يجي اقتصادي وكي يكون كمية كثيرة وصفيرة كتضيفوا اي حاجة بغيتوها بالنسبة لهذا الطبقة هادي او لهذا الكريم اللي بقات هديرها صوبتها عاوتاني نفس المقادير اللي دوز معاكم دابا صوبتهم لمرة تانية ولكن درت شوكولاب الحليب هاد المرة ما درت شوكولات الاسود نفس طريقة 400 جرام ديال الكريم السائلة وعاوتاني كاس مع ثلاثة دلورقات جيلاتين وشوكولات شوكولاب الحليب نفس المقادير وكن عاودوا الطبقات تانية بناتهم ديك تباقة المقرمشة بعد ما قديتها غادي نخليها تبات في المجمد ان شاء الله وعلا اقل تخليوها 3-4 ديال ساعة انا خليتها بات وغادي نكمل معاكم نصوبوا داك القلاساج اللي كيعطيها هديك اللمعة بالنسبة للقلاساج غادي نحتاجوا 75 جرام ديال لما ديرو هاد شي فوق الميزان باش يجيكم العبار مضبوط وايضا غادي ديرو هاد سفر باش كما يتلفكمش الحساب غادي نضيف عليها 210 جرام ديال سكور سانيدة ان شاء الله را غا تلقاوهم مقيدين في صندوق الوصف وغادي نرجع آآ الخاليط ديال الماء والسكور سانيدة فوق البوطة حتى يغلام زيال ضروري نغليوه تدوب لنا هاد السكور وحنا كنحركوه ومس خليوش تاني كيطبخ حتى يقلل لكم الماء غير يدفالينا ونحركو زيان تدوب لنا ذاك السكور مايبقاش انا خليت لكم المراحل هكا باش تشوفوا يعني ما مبغيتش هكا نبقى نقطع بساف واخل فيديو شوي غادي يجي طويل ولكن راه فيه افادة اه في ايناء درت فيه المابرد ودرت ثلاثة للورقات ديال الجيلاتين وبالنسبة لهذا القاطو هاداره يكفل اكتر يعني احتل 12 الشخص ديرها قياس لي هو كبير ممكن تديرو هنتوما بالقياس اللي هو صغير النص دياله شي كام اللي يخدم منه اليوم بعدما الخاليط ديالنا ولو فيه فوقعات حيتو من فوق النار وكان ارضو الميزان ونضيف عليه سبعين جرام ديال الكاكاو مغربل ضروري تغربلوه باش مايبقى لناجدوك الكويرات وشفتو ساني دار مابقتش بينا في ذاك الخاليط ديالنا في نفس الوقت بقى في الحجم دياله يعني ما قلالش داك المبجه ديال الغاليين تغير كي وليو فيه فوقعات وانتوما كتحركو كتحيدوه غادي نخلط مزيان مزيان هاد الخاليط ديال الكاكاو ومع ذاك سيرو ديال سكوار والماء وغادي عو تاني ناخد الميزان لمرة تانية غادي نحتاجو هنا يا الكريمة هولا اللي غادي نستعملو 150 جرام اولا كاس ديال العنبه دائما كاس ديال العنبه 150 جرام ديال الكريمة السائلة غادي نرجع فوق البطاق تسخن حتى هي وانا كنحرك حتى تسخن لينا مزيان ونضيف لي هادوك الورقات ديال الجيلاتين مع صورين مزيان من لما ما تخليوه حتى تقطير المفذوك الورقات ديال الجيلاتين غاو كنخلطوه مزيان حتى كيدو بلينا ذاك الجيلاتين ما كيبقاش كيبان نهائيا ما يكون فيه لا طريفات لاوالو راكيبا لكم اللي كتكونو كتحركو وملي كيكون دافرة كيتتخلط بسرعة وغادي نزيدو على الخليط الاول ديال الكاكاو والماء والسكر هادا هو القلاساج اللي خسكو ما تستغنوش عليه قيدوه في شي ورقه ولا سكريني وهرا صالح لجميع تغليف ديال الحلويات وكي يعطينا واحد اللمعة اللي هي رائعة رائعة بزاك نخلط مزيان بها الطريقة وكن اخد البراميكسور وكن نعود نطحنوه ولكن انتو ما كتطحنوه ورادين لبال باش ميدر ليكم جوك الفقاعات في القلاساج ديالكم ما تكتروش حتى يولي كله مهوي من الداخل انتو ما غا تشوفوا معايا كنضرب غير واحد جوج ضربات او لا ثلاثة لانا الا تبعتوها هكا بهذا التخلط او لا كتصفيه جوج ديال المرات قاعدة لا تستعملوا هذا الميكسور هذا كتصفيه جوج مرات المرات المرات اللولة والمرات الثانية في واحد الصفاية اللي تكون مسدودة يعني العوينة ديالها ضيقين باش يعطينا واحد لمعة ما يكونش فيه لا حبيبات لا قطع ديال الجيلاتين لا كريمة مجموعة ومحجرة مهم يكون داك شي ملس تحصلوا على المعلي اللي بغينا هنا يصفتها حتى وخط حنت يصفتها في هذه الصفاية هادي واخر ما رأي بقاليكم فيها ولو لكن المهم حنا كنحيدو الشك واخذيت القلاس اللي باتليه لكاملة في المجمد كتخرجوه من المجمد مباشرة وهذا القلاس هاجم اديروه شو هو كيغلي سخون خليو حتى كيدفى كتحركو حتى كيدفى في الدكوم بالنسبة لهذا القلاس جرى ممكن تحتفظو به مدة طويلة في المجمد كتغطيو لها الوجه دياله بواحد البلاستيك تغطيوها وكتخليوه نهار كتبغي وكتديروه في حمام مائيه ولا الميكروند وكتعودوه تخدموه به صافيه فرغط الخالد ديالي هكا من الداخل من الجواني بو كتبقوا تديرو هات سباتي لهادي باش ميبقاش واحد طبقة غلية يضاف الوجه ديال قاطو ديالكم كتديروه وكتجيبوه في نفس الوقت بشوية باش ما توصلوش الكريمة وتحيدو لها قاعدك الوجه ديالها او لا ترون ليكم صافي كنحاول نغطي هات الجواني بها الطريقة هاتي وكتحيدو ذاك الفائض اللي كيكون نازل من اللي تحت ضروري تحطوه فوق هاده اما هاده 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 اللي كي يضور ديال الخاص بالحلويات او لا شي شبكة بحال ديك اللي كنتشاركت معاكم اللي شاريت في في لوازيم الحلويات ما عندكم تحجم هاده كتديرو جوج ديال زلافة او لجوج دياله اه دياله تبصيل بمقلوب هكاية بجهة معاكسة وتحطو فوق هالقاطو ديالكم وهاده الطريق هاره كتتخدم في دقائق يعني بسرعة باش نردوها عوتاني للتلاجة بالنسبة للتزيين ما شاركتش معاكم هاده هاد الورق ديال بلاستيك ديكور ان شاء الله ما زال غدي نستعملو في مره اخرى راساه كتشروها بثلاثة دراهم او لاربعه ديال دراهم هاد البلاستيك هاده كتديرو الشكولات على الشكلات اللي بغيتو يا اما كتعمرو كتبقو كتهرسو على شكل قطع ولا كتديرو كما در تنادر تخوطو طويلة ولويتو واحد شوية ساهل بسيط بسيط بساف وكي يجيب لكم هاد اللون هاده ان شاء الله غدي نشاركو معاكم في واحد هاد الورقه اخرى لانه هنا ما صورتوش وغادي تكمل الصورة الاخوات اللي ما عمرهم ستعملو هاد بلاستيك ديكور رخيص وكي يعطنوا واحد زين اللي هو رائع وبالنسبة له هاد الكورة هادو رادي البيسكو يحلو كيتباعو لزين الطرطات والحلويات المهم راك كل شي موجود عند اللي كي يبيع لوازم الحلويات اي حاجة خاصاتكم من هاد الزين راك موجودة ها هو القطع للشكولات اللي صوبت بداك البلاستيك والفيوتين درتوه في الجنب باشتغطو ديال عيوب ديال جوان ديرو الفيوتين اول شي حاجة بغيتوها من الطبقة المقرمشة ممكن درو اي حاجة عو تاني بغيتو تزينو بيها يا وصافي كتكتبو داك شي اللي المناسبة لجدارين ها انتو ما شدرت هنا مبروك لرويتريت من اي واحد شدتا قاعد كنقول لهم عمر مديد ان شاء الله وحياة جديدة ان شاء الله مليئة بالتفاؤل وتفرحوا بوليداتكم اللي وصلتوهم وكبرتوهم ان شاء الله تدوم لكم الافراح المهم كتبقى هاد الطريقة ديال هاد القاطو غلاسي راس سهلة بالنسبة لهذا الحروف هاد كتبتوهم في ذاك ديال سيليكون ديال عجين تشكولات انا درتوهم بتشكولات عادي دو بتشكولات غالة وخوتو في ذاك الحريفات كتحيدو بواحد شوية هكا كتحاولوا عليه وصافي كتحصلوا على الكتبات اللي بغيتو او للمناسبة اللي عندكم وها هي القاطو غلاسي ديالنا من الداخل تمنينا الاعجاب ديالكم هاد الفيديو هادا وصلنا لنا هاد الفيديو هادا